ابناء طلبة الطوارئ هنستكمل مع بعض الالترا ساوند. هنتكلم على البوزيتف اندجراوند الكتروت. اه. اه. بنقول ان الالكتروت دي مهمة جدا. لانها بتسمح بالالكتريكال كوننكشن. بيبقى عندي بوزيتف الكتروت. بيبقى اه. ادزا باك اوف زا المنت. وبيبقى عندي الجراوند الكتروت بيبقى اه. 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 بيبقى عندي كمان حاجة اسمها الدمبنج بلوك. اه. الدمبنج بلوك ده بيادهير بالباك بتاع الكريستل. اه. بيبقى خلف البوزيتف الكتروت. اه. بتأبصور بكل الالترا ساوند انرجي. اه. اللي هي بتبقى ديريكتد باكورد. او اللي بتبقى يعني طلع الى الخلف. وبتقلل الالترا ساوند سيجنال. اللي طلع من الهاوسينج. اه. اه. كمان. اه. بتمنع او بتعمل دامب اه. 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 سيجنال طلع. اه. عندها شورت بلس لينس. يعني السيجنال اللي عندها شورت بلس لينس. اه. 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 الدمبنج بلوك ده. اه. يعني اه. بيبدأ يدام بيت او اه. 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 يتخلص منها. يبقى اذا هو. بيتخلص من اي سيجنال حتديريكتد باكورد. المفروض السيجنال عندي تطلع الى الامام عشان خاطر تروح ليه اي سيجنال هتبقى ديريكتد باكورد هيقضي عليها. في نفس الوقت كمان اه السيجنال اللي ليها اه اه الماتشنج لير دي من الطبقات الهامة جدا في الترانس ديوسر اه لانها اه بتعمل اه متش بتوين اه زا ترانس ديوسر اه ازاي? اه ان هي بتتكون من ليرز من ماتيريال لها اكوستيك امبيدنس اه اه معروف طبعا ان فيه تعارض اه بين الاكوستيك امبيدنس بتاعت السوفت تيشو وبتاعت الترانس ديوسر. طيب عشان يحصل ما بينهم اه على طول لازم بستعمل الماتشنج لير. الماتشنج لير دي بتتكون من اه بتبقى كمان اه اه ربع الويف لينز اه سيك. اه يعني السيك نس بتاعها بيبقى ربع الويف لينز. اه الهوسنج بتاعنا ان الالكتريكال اه انسيوليشن اند بروتيكشن اف دا اليمنت اه انكلود بيبقى عندي بلاستيك كيس وبيبقى عندي متال شيلت وبيبقى عندي اكوستيك انسيوليتور. اه دول علشان خاطر يعملوا اه انسيوليش. اه الترانس ديوسر باندويدز اه مهم جدا. اه بنقول ان ان الترانس ديوسر ايز اسبيسيفايد توهاف اسنترال اه فريقونسي. اه اه باندويدز اف مودرن الترانس ديوسر ايز اكستريملي لورش. على الرغم من انه كل ترانس ديوسر له سنترال فريقونسي خاصة به. اه الترانس ديوسرز كلها المودرن اه بتحتوي على اه من اه من الفريقونسي. على سبيل المثال يعني الترانس ديوسر اللي هو الفريقونسي بتاعته تلاتة ميجا هيرتز بنلاقي ان هو من واحد الى خمسة ميجا هيرتز. يبقى بدل ما انا حستعمل اه اه عدد كبير من الترانس ديوسرز انه هما يحققوا لي اه 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 اتنين وتلاتة واربعة وخمسة لا اه هو ترانس ديوسر واحد عنده باندويدز من واحد لخمسة. السنترل عنده اللي هي تلاتة اه ميجا هيرتز ولكن هو يقدر يشتغل في الرانج ده كله. اه بيبقى عندنا زي ما احنا شايفين كده الكيرف بتاعنا ده بيعبر عن الباندويدز عندي اقل قيمة لي واعلى قيمة لي والمنتصف بتاعها على طول هي السنترل اه فريقونسي. اه الباندويدز قيمته بيساوي اعلى فريقونسي ممكن يقسها ماينس اقل فريقونسي اه ممكن يقسها. اه بنتكلم على اه طبعا الجزءية ده مهمة جدا بنقول ان اللي طالع من الهينقسم لتلات مناطق. المنطقة الاولانية اللي هي bathtub دي بتبقى اكسترملي كومبليكيتد جدا بيبقى فيها ميني ارياس الانتنستي فيها بتبقى زيرو. اه الريجون دي بتبقى نوت يوسفل كا دياجنوزيس او فور دياجنوزيس او فور سكانينج. اه بنسميها او اه او اه او اه او اه المنطقة دي طبعا ما اقدرش ان انا اعمل بيها اه اه اسكانينج خالص. اه بعد المنطقة دي بتبقى فيه منطقة تانية اه دي البيم نفسها بتبقى يعني كل ما ببعد البيم نفسه بيحصل له ديكاي. الريجون دي برضو اسمها الفارفيلد او الفرانهوفر اه زون برضو ما بقدرش استعملها. اه الباوندري اللي هو بيقع بين الاتنين بسميه النير فيلد باوندري ودي احسن منطقة بقدر ان انا اشتغل فيها او اعمل بيها. اه Ud trying to the diameter of the transducer. يعني الديامتر بتاع البيم في الحالة دي بيبقى قد بالضبط الديامتر بتاع الترانسدجوسر. او ال video about it. بتبقى اد الديامتر بتاع الترانسجيوسر. يبقى ادز زي ما قلنا بيبدأ البيم يحصل له ديفيرج. طبعا ما قدرش ان انا استعمل المنطقة دي فور يعني اسكاني. ايه هو هي 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 اقل ما بين اتنين الاتنين دول بيكونوا مكانهم بيبقوا برالا للبيم. الاتنين دول بتاعهم بيبقى برالا للبيم. واقدر ان انا اعمل لهم على انهم تو سيبرت فيتشر. اه رازر زين وان كومبايند استركتر. يبقى هي المسافة اللي ما بين جسمين او تو باوندرس اقدر اميز بينهم يعني اعتبرهم اتنين باوندرس مش واحدة. اه باي زا التراساوند. اه بحيس ان لازم بتاعهم يكون بارالل لبيم بروباجيشن. الفاليو بتاعت الاكزيال ريزيليوشن دي حتساوي نصف البالس لينز. يعني الاكزيال ريزيليوشن قيمتو نصف البالس لينز. اه الهاي فريكونسي التراساوند ترانس ديوسر اه ممكن اه يبروديوس اه بات اميجينج كان ان لي بي برفورمت كلوز تو زا سيرفاس. يعني ايه? اه يعني على الرغم من ان انا اقدر اطلع هاي فريكونسي اه التراساوند من الترانس ديوسر. ولكن الامج بس اقدر اشوفها اللي اقدر اشوفها هي الامج اللي كلوز للسيرفاس. اه تشوت بي نوتز زات ترانس ديوسر ويز هاي باندويدز بروفايد بوس لو انا عندي باندويدز بشتغل بيه. لو انا عندي باندويدز زي ما قلت الترانس ديوسر اللي عندها باندويدز ححقق فيهاها قطائن. المنطقة الي عندها اه 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 لو فريكونسي هتعمل بنيتيريشن كويس وحقدر ان انا اشوف بيها الديب باستراكتر. ووالمنطقة الي عندها هاي فريكونسي اه هتديني اه اه ابتر اه اه اسباتيال يبقى زي ما بقول ان ال هاي فريكونسي يخليني اشوف السيرفاس بس. يخليني اشوف اللي هي موجودة على السيرفاس بس عشان اخش دي لازم يكون عندي بعد كده حنتكلم على علشان نعمل لالترانس ديوسر بيكون عندي يكون ودي بتبقى او طريقة تانية برضو تخليني اعمل ان انا اخلي الترانس ديوسر نفسه او انه موجود يكون اقل ما يمكن وطقع على مسافة يعني بتكون وقع على مسافة بنسميها ايه بنسميها الفوكال دستانس دي اواي فروم زا فيس اوف زا ترانس ديوسر يبقى انا عندي الفوكال بوينت وعندي الفوكال دستانس اه اللاترال آآ ريزيليوشن اوف زا فوكست ترانس ديوسر اقدر اعمله امبروفمنت آآ ويز هاير آآ اوباريتنج فريقونسي يبقى زي ما بقول عشان اعمل لازم يكون عندي آآ 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 بنقول ان السمولر ديامتر كيرفد ترانس ديوسر آآ فوكست زا بيم تو اي تايتر اسبوت زان لارجر ديامتر يعني كل ما الترانس ديوسر بتاعي الديامتر بتاعه كان صغير يعملي فوكس احسن من الديامتر بتاعه كبير ليه على اساس ما يحصلش دايفرش زي ما بنقول الديامتر لو كبير هيعمل دايفرش للالتراساوند آآ ولكن فيه طبعا ديس ادفونتج لالترانس ديوسر لما بعمله استرونج فوكس آآ ده بيديني ديس ادفونتج ايه هو اللي هي اد زا لوكيشن اواي فرون زا فوكال بلين زا بيم دايفرش اكتر يعني بعيدا عن نقطة الفوكس البيم بيدا دايفرش اكتر مور شاربلي زان ويكلي آآ فوكسد ترانس ديوسر يعني آآ فوكسد ترانس ديوسر بعد ما بتخطى منطقة الفوكال آآ بلين اللي بشتغل فيه البيم بتاعه بيكون اكبر من الويكلي آآ فوكسد ترانس ديوسر آآ زي ما احنا شايفين هنا ده بيعبر لي عن فوكسد ترانس ديوسر يعني ترانس ديوسر معمله فوكس وترانس ديوسر مش معموله فوكس بلاقي اللي هو آآ The Alliance ترانس ديوسر بيم نفسه بيبقى دايفرش ده اللي موجود على شملنا آآ آآ البيم نفسه بيبقى آآ دايفرش آآ ويل اللي 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 بيبقى الديفيرج اقل. وكل ما كان الديفيرج اقل كل ما ادرت اشوف بيه احسن. اه بنتكلم على يعني ايه الانيار الري? ان الالترا ساوند ترانس ديوسر بتبروديوس امتش عن طريق الانيار الريس. اه الانيار الريس دي بتتكون من اه متين ستة وخمسين لحد اه خمسمية وستة اشر المنت. يعني عدد كبير من الالمنت. كلها مرصوصة في شكل الانيار. كل المنت بيطلع منه اسكان لاين. والاسكان لاين ده بيميك اوب الالترا ساوند. اه اميج. اه طبعا اه ملتبل اجيسنت المنت لما بتكون مع بعض. حتبروديوس الاترا ساوند وبيم. اه 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 از اميتد اات ناينتي ديجري. اه 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 لما بتكون طلعة منها على طول الالترا ساوند. اه كلها بتبقى عاملة زاوية التسعين مع الترانس ديوسر هيد. اه الملتبل ايليمنت كلهم مع بعض بيشتغلوا اه كا انديفيديوال يونت. علشان اه يديني اه يعني رؤية احسن او مجال الرؤية اكتر. اه وبيديني كمان يوسفو البيم شيب يعني اه وبالتالي بقدر اه اه اشوف الاورجنز بشكل احسن. اه الالترا ساوند بيم اه طبعا البروديوس بتموف اه اه كل الامنت بتبدأ تشتغل لوحدها يعني بتطلع اه بتروح لحد التشو وبترجع تاني عند تايم. اه فبالتالي بقدر ان انا اه اوبتين الامج من حركة البيم خروجها ووصولها لتشو ورجع ورجوعها تاني. كل الالمنت بتقوم بنفس الموضوع ده فبالتالي بكون الصورة. اه اللينيار بتاعي بيبقى شكله اه ريكتانجلر. اه عنده اه في كل المناطق بتاعته. اه دي بتبقى يوسفو بان انا بشوف بيه يعني لو عندي او بقدر اشوفها كويس جدا بيه اللينيار الري. يبقى اقدر اقول حاجتين ان في اللينيار الري يأمن كل الامنت هتشتغل لوحدها. هيطلع منها الالترا ساوند هيوصل للتيشو وحيرجع تاني. او ممكن تشتغل كجروب اف المنت. مجموعة المنت ستطلع مع بعضها في نفس التايم. وتروح بحيس ان هي تحقق لي اه 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 تشوف بيه التيشو بشكل افضل. اه زي ما احنا شايفين الصورة اللي على اليمين دي هي اللينيار الري. اه طبعا الالمنت كلها اه بتبقى اه يعني اه البيزو الكتريك المنت كلها بتبقى مرصوصة جنب بعضها بشكل الينيار. اه بيبدأ البيم يطلع ويروح اتشو ويرجع تاني. اه واحيانا ممكن بيبقى عندي اه ملتبل المنت. اه كلها بتطلع كوحدة واحدة كده. زي ما احنا شايفينها اللي لونها غام او لونها دارك دي. بتطلع كوحدة تانية واحدة وترجع. وده بيحقق لي ان البيم نفسها اه يعني اه بتديني اه او بتديني كما لو كانت اه يعني اه جزء كبير من الالترا ساوند حيروح لتشوفة حتتعرف على جزء كبير من اه الاستراكتر اه بشيء اه بوضوح اكتر يعني.